مساء الخير يا جماعة أخبار بقى المسابقة إيه؟ المسابقة شغالة وكل حاجة بس كان عندنا أغنيتين متأخرين علينا الأغنية بتاعت هشام حمزة والأغنية بتاعت أحمد سمير اللي كسب معنا آخر مسابقة هشام كان عنده شوية ظروف هو كمان هشام من المنوفية فكان هيجي لي من سفر عبل ما نيجي ونتقابل ونسجل وكده كلمنا مع بعض قال لي أنه كان عنده ظروف وكان عنده شوية شغل وعنده حاجات عبل يعني ما زبطنا معات خدنا وقت شوية بس أنا طبعا كنت وعدتوا أنه كده كده الأغنية بتاعته فيعني ما كانش يقلق خالص والحمد لله آخرين اتقابلنا وسجلنا وكده وإحنا لوقتي شغلين على الميكس بتاع الأغنية حتة منها ايه؟ ده كده المزيكة اللي شغلين عليها ده في مرحلة الميكس طبعا وده صوت هشام سأجل خلاص فلاش نحرق الأغنية بقى عشان لسه في توزيع وفي حاجات فما تقلقوش يعني كده كده أي حد كسب معي في مسابقة ولا حاجة طبعا أنا يعني بوعده أنه لازم هتاخد أغنيتك وإن شاء الله بعد وقت صويل مش مشكلة وكده طب ليه وقفنا المسابقات بقى عايزين نخلص الحاجات اللي علينا نخلص بس أغنية هشام وبعدين في أغنية أحمد سمير كمان لسه بتتزبط عشان ما يعني ما يتركمش علينا أغاني كتير وفي الآخر الناس ما خدتش حاجة عشان المصدقية برضو كده غير كده أن أنا مشغول جدا في الكورسات وبعمل الكورسات عن اللي هو ألوان المزيكة وبعمل ريفيوهات عن الألات وعن المحل وحاجات زي كده وكمان لحاليا المفاجأة الجديدة بقى أن أنا بجهز ستوديو جديد عشان يعني هصور في مكان جديد وكده فبرضو بياخد وقت وشغل وطوديب وحاجات فيعني يبصوا مطحون فيعني الحمد لله قدرنا أخيرا نسجل الأغنية دي وهوريكوا بقى جزء من هشام وهو بعد ما تقابلنا أنا هشام حمزة الحمد لله أنا كسبت غنوة الحب غير دنيتي اللي كان عامل المسابقة لأستاذ أحمد وجدي حد محترم جدا وحاليا إحنا بنسجل الأغنية وإن شاء الله تنزل فارة بوقت يعني ودعوك كلنا بالتوفيق إن شاء الله فمرة تانية بقول لك مبروك عليك يا هشام الأغنية وما تقلقوش يا جماعة أي حد دخل معنا المسابقة أو كسب أغنيتك كده كده موجودة النهاردة بكرة بعد مئة سنة إن شاء الله هتاخد الأغنية بتاعتك مبروك مرة تانية وهشوفك على خير إن شاء الله في حلقة جديدة